مشاهدين الكرام العدد جديد من معرض الصحافة والذي نستاند لكم من خليله أهما جاء في الصحفة المحلية ودولية صادرة لنهر اليوم والبداية ستكون بجريدة المساء التي عنوانت يجب اتباع النوايا الصادقة بإنجازات ملموسة حيث أكد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس أن نوايا صادقة لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذ لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميتانة حاثا في هذا سياق الحكومة على المزيد من التنصيق والتواصل المباشر مع المواطنين فيما جدد بالمناسبة أو بمناسبة رأسيه الاجتماع مجلس الوزراء الحادي عشر موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية موجها الحكومة إلى المزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياجية الصرفة كما دعاها إلى استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري ننتقل لمشاهدين إلى الشعاب التي قالت الجوية أو تعرض الجوية الجزائرية تعرض مخططها حيث عرضت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس مخططة تشغيل أصولها تخصبا لسناف الرحلات بعد رفع أجراءات الحجر الصحية وخلال ندوة صحفية على مستوى القطب التقني والثكويني للشركة تحت موضوع البروتوكولات الواردة في مجال الصيانة فيما يخص فترة كوفيد-19 وما بعد رفع الحجر الصحية صرح رئيس قسم صيانة وتصليح الطائرات سعيدة بولعواد أن البرنامج الذي أعدته مصالح الصيانة بتنسيق مع القسم التجارية يكون في سحب الحماية الخاصة المطبقة بالطائرات في حالة توقف وارتداع القناع من شراء التذكرة إلى النزول من الطائرة وبخصوص حماية مقصورات الطائرة من كوفيد-19 أكد تقني الشركة أنه تتم تصفية هواء المقصورات من جزئات البكتيريا والفيروس بنسبة فعالية 99.99 وهذا بفضل المصفات عالية الجودة دائماً مشاهدين مع الصحف المحلية والمحور اليومية التي قالت محكمة سيد محمد تفتح اليوم ملف علمي وإطارات بالقاضة الشعبي الرزائية حيث سيفتح القطبة الرزائي بمحكمة سيد محمد اليوم ملف فساد تم تأجيلهما مؤخراً بعد رفض المتهمين إجراءات المحاكمة عن بعد الأولى تتعلق بقضية رجل العمال وصاحب مجمع صوفاك مراد علمي المتورط في ملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تاكيب السيارات رفقة تطارات من بنك القرد الشعبي الرزائرية ويتابع في هذه القاضية أفراد من عائلة علمي الذين تمت متابعتهم بجملة من التغم المتعلقة بتبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات جرامية بجرائم الفسادة أما الملف الثاني فيتعلق برجل العمال علي حداد المقوف منذ أشهر بالمؤسسة العقبية بالحراش عن عدة قضايا فساد متابعة بها على غرار الاستفادة من عدة امتيازات عقارية وجملكية ومبنية احتكار طلبات الإدارة العمومية إذن مشاهدين بهذا ننتقل إلى الشباب جيدة الشباب التي قالت تعين مصطفى ذكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حيث عين وزير الصناعة والمناجم سيد فرحتي أيت علي براهم السيد مصطفى ذكارة مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلفا لسيد عبد الكريم منصوري حسب ما فاد به يوم الأحد الماضي بيانا وزارة الصناعة والمناجم حتشف الأمين العام للوزارة سيد محمد بوشمع على مراسم تنصيب المدير العام الجديد بحضور المدير العام لترقية الاستثمار بالنيابة بوزارة الصناعة والمناجم السيد ريدا حلطاني وكذلك إطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وذلك حسب ما أوضحته الوزارة ننتقل مشاهدين إلى لغيزون ناطق باللغة الفرنسية والتي قالت 109 إصابات جديدة 7 وفيات و186 حالة حفاء حيث سجلت خلال الـ 24 ماضية في الجزائر 109 إصابات بفيروس كورونا و7 وفيات فيما تمثل 186 مريض للشفاء حسب ما أعلن عنه أمس الناطق الرسمي لرجمة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرارة وأوضح دكتور فرارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10919 حالة فيما بلغ جمالي الوفيات 767 حالة وعدد الحالات التي تمثلت لشفاء ارتفع إلى 7606 حالة وأشار المتحدث إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بولاية البوليدة والوادي حالتين وحالة واحدة بكل من صيفة سمسيلت وكذلك حالة واحدة بولاية المسيلة ننتقل لمشاهدين وإياكم إلى المواقع الإلكترونية وأنهار أونلاين التي قالت الرئيس تبون يأمر بمنع استيراد المنتوجات الفلاحية خلال موسم الجانية حيث خلص اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد تحت رئيس رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن طريق ثقنية التواصل المرئي عن بعد بقرارات وتوصية هم كمنع الكامل استيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجاني حماية للإنتاج الوطني كما أمر رئيس تبون بتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير وتأكيد من النعوية حفاظا على صحة المواطن في ذات ياسيا قمر رئيس تبون بإحصاء دقيق لطروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى يتم إنشاء قاعدة بياناته وشدد أيضا رئيس الجمهورية على المزيد من تقليص الفاتورة الاستيراد دون خلق ندرة في السوق دائما مشاهدين مع أنعر أونلاين ومقال آخر أربع سنوات حبسا نافذة في حق البوشي ومير بن عكنون الأسباقة في قضية المزايا غير مستحقة حيث وصدرت الغرفة الاستثنائية لمجلس قضاء العاصمة حكما بالحبس نافذة مدته أربع سنوات ومليون دينار غرامة مالية في حق كمال شيخي المدعو البوشي في القضية التي ستعلق بالمزايا غير مستحقة في قضايا العقارة كما أصدرت ذات الجهة القضائية حكما بالحبس لمدة أربع سنوات حبس في حق بعراب كمال رئيس السابق لبلدية بن عكنون وحكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذة في حق بن زهير عبدالقادر السابق الشخص أو سائق الشخصي لمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبدالغني هامل وحكما يقضي بعقوبة ثلث سنوات حبس نافذة في حق اللمه الجلالة ابن ولي غليزان السابق إلى البلاد دوت نت بن بوزيد تحادت مع مسؤولي منظومة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية حيث تحادت وزير صحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبدالرحمن بن بوزيد مع المنصق لمنظومة الأمم المتحدة وممثل المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور بيلا فخونسوة حسب ما أشار إليه بيان للوزارة وخلال هذا اللقاء عرض سيد بن بوزيد الوضع الوبئي لكوفيد 19 في الجزائر وفي العالم كما قدم عرضا حول الوكالة الوطنية للأمنة الصحية التي تم تنصيبها السبت والمكلفة بوضع منظومة صحية متطورة تمنح حلاجا نوعيا حسب أداة البيانة ننتقل المشاهدين إلى المواقع والمنصات العالمية والبداية لنهار اليوم ستكون بيرويترز التي قالت بوريس جونسون يشكل لجنة واسعة للنظر في عمق العنصرية بالمجتمع البريطاني حيث قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشكيل لجنة واسعة هدفها النظر في عمق العنصرية في المجتمع البريطاني وستنظر اللجنة في قطاعات التعليم والأجهزة الأمنية لدراستها ثم يجاد حلول المناسبة لهذا بغرض القضاء على هذه الظاهلة وتخذ بوريس جونسون القرار بعد أحداث العنصر الأخيرة التي تسببت فيها عناصر تابعة لأقصى اليمين البريطاني واستمرار الاحتجاجات المناهدة للعنصرية ويجرى تنظيم ظهرات في أنحاء العالم بسبب موت الأمريكية الأعزل جورج فلويد في مدينة مينيا بوليس بعد أن جثت شرطي أبيض بركبته على رقبته لمدة تسعة دقائق تقريبا إلى سكاينيوز التي قالت تفوقنا على أمريكا بأزمة كورينا وهذا هو الفارق حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديميق بوتين أن روسيا تجاوزت وباء كوفيد-19 بخسائق طفيفة بخلاف الولايات المتحدة حيث عاقت مصالح حزبية إدارة الأزمة وذلك وفق مقتطفات من حوار تمبته مساء الأحد على قناة روسيا واحد مشددا على أن الحكومة والمسؤولين الإقليميين الروس يعملون فريقا واحدا مضيفا أشك أنه ضمن الحكومة أو في الإقليم يقول وفجأة لن نفعل ما تطلبه مننا الحكومة أو الرئيس وذلك لتراه أنه ليس صائبا نختم مشاهدنا بروسيا اليوم التي عنوانت هيئة حماية المواطيات الشخصية في توليس لا نعلى علم لنا بمراقبة شرائح حواتف المواطنين خلال الحجر الصحية حيث قال رئيس هيئة حماية المواطيات الشخصية في تونس الشوقي قداسة أنه لا علم لهم بإجراء الذي تحدث عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفخ بشأن تتبع شرائح حواتف تونسيين لمراقبة التزامهم بالحجر الصحية وقال قداس في تصريحا لإذاعة مزايك أفامة عقب حوار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مساء الحد لا علم لنبثات بهذا المشروع رغم استشارتنا في بقية المشاريع التي تهم المعطيات الشخصية وكان الفخفاخ قد أكد أن هيئة النفاذة وهيئته انتقاقت إلى المعلومات صادقة على إجراء مراقبة الأماكن أو أماكن تواجد التونسيين عبر شرائح الهاتف الجوال خلال فترة الحجر الصحية الشامل إذن مشاهدينا كان هذا أهم جاء في الصحافة المحلية